هذه هي اللحظات الأخيرة لسيد محمد بوظياف رفقة زوجته وابنه نبدأها بتوفق جنرال وتقاعد اليوم احنا ما علمناش باللي رايح سمع انتي باش يزوج ابنه ونضم باش يزوج زيارة خاصة نه زيارة خاصة لا زيارة خاصة باش يزوج بنوحنا ما علمناش كدو قول كل سيبو حبت بوظياف وتو بوش كل الصحراء ما تعرفوش مليح خليدي انا جوجيرلو برمولا من الفينجي سعر من الاكتابر اكتابر يا قيلة هو بات في جوه من السبتابر لا اكتابر كي لاسيسيان اللوني خلق قرار حاولوا انو يمسحاتش بالإسلاميين ولكن بنسبة الزوجة دي البوظياف كانت فرقيل من الحوارات والأبناء ديرو كيبو الإسلامين مع الدم علاقة بها هذه مسألة نحنا كان هضروع البلاد دي الكابرة ناسا نهار 29 جوان كانت ذكرى خاصة فكروة الجزائريين دي الاغتيال بوظياف احنا يشوفوه هذا الدول اللي فتتنا باش فتنا فتنا بالعلم والدين تاعة الإسلام اشتركوا في القناة وضفع جزائريين عامل احد اكبر الجرائم التي ارتكبت ضد الجزائريين بالضبط نحن نتحدث عن مواقع ١٢٠ كانت مرحلة خطيرة مرحلة خطيرة بدأت من ١٩١ وبدأت في ٩٩ جوانا ١٩ غادي تم الاغتيال ديال بوضياف بوضياف هذا احد القيادة بيلتطوره تمر اليوم الذكرى السابعة والعشرية لاغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف اغتيال الحلم هذا لا يزال عالقا في ذكر الجزائريين حيث تعد من اكثر عمليات الاغتيال السياسي التي تمت في التاريخ الحديث شهرة وجدلا وإثارة للاهتمام ليس لأنها طالت الرئيس الجزائري في حسب ولكن لعدة ظروف نحاطت بها كالتقاط كاميرات التصوير حادثة الاغتيال مباشرة واعتقاد الجزائرين أن هناك مؤامرة كبرى تمت من أجل اغتيال بوضياف بالرغم من اعتقال منفذ الاغتيال عرف محمد بوضياف النور في الثالث والعشرين جوان من سنة ألف وتسعمائة وتسعة عشر أصيل مدينة لمسيلة حيث درس ببوسعاد في سنواته الأولى واحد من فجري الثورة التحريرية الكبرى والرئيس الرابع للدولة الجزائرية وبعد الاستقلال اختار المغرب كمن فاله وبعد التعددية السياسية في الجزائر سنوات التسعينيات استنجدت به السلطة الحاكمة في البلاد أنذاك لينقاذ الجزائر من حالة الانسداد والتوتر المتصاعد بين الإسلاميين والجيش من عودتي جاءت استجابة للداء الواجب المقدس ووثاء لقيام ثورة نوفمبر ومبادئها وجاءت استجابة لمرحلة صعبة تمر بها الجزائر جزائرية هنا أول عالم تقرأ كيف تجيبوا واحد من القيادة للدورة وقد تم اغتياله وشكو اللي اغتالوا اغتالوا الكاميرانات دي الفرنسا جابوا واحد بشعبوا الجزائريين هذا رمز من الرموز كان في المغرب قدس طيب بما نقطع العلاقات قدس لأنه أعرف بين الأوضاع السائد القيادة فهي يقدم النظام عملية اختياره امام الشعب الجزائري. كل شيء يرى في التلفزيون. انا اتذكر انا ذلك. كنت اقرأ في السنة الرابعة اجازة. اتذكر هذا الحدث. كل شيء يرى في التلفزيون امام الملأة. حاولوا انهم يمسواد شيء الاسلاميين. ولكن بالنسبة لزوجة البوضياف كانت تفعيل من حوارة الابناء ديره كي يكونوا الاسلاميين مع دهم علاقة هذه المسألة. هل كان على علم؟ تريد ان تقول كان على علم باغتيال الوالد سيد مصد؟ والله غير سؤال هذا صعب صعب بزاف. ولكن شوف اننا نقول حاجة نتهم الناس اللي كانوا انا داك مسؤولين. نبداوها بتوفيق. جنرال متقاعد ديو. وانا هدرت عليه التوفيق كي كان في ديارس. راح في الجرائد وارشتاب تعييراوك عندك. جدي انتربلوا نجامي ريبونيو. اتهمتو. نزار. موسيقى 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 نبداوه موسيقى موسيقى عابس غزيل ولكن غالباً لا يكون قتلوا. لا يوجد شيء غير فهمة بمعنى يعطون هذه المسألة. لأن هناك بعض يقولون أنهم معرفين أو أنهم معرفين لتطلق النار على المضيف. هنا القضية المضيف توفي من قتلهم على السبب. يجب أن يكون رئيس دولة. السبب هو السبب الرئيسي. لا يوجد شيء يا فهد. لأن الرئيس سأذهب إلى المغرب. ما علمناش. ما علمناش. وما علمناش. بللي هو رايح للمغرب. ما علمناش بللي هو رايح للمغرب. علمني جنرال توفيق. قال لي سبو ضيافة رايح للمغرب. لازم وصلولو باللي هو رايح كرئيس ما بقاش سبو حفظ بضيافة رايح رايح. دق فيه بعض الطياطات بالنسبة وخاصة العلاقات اللي بدنا وبدنا. بين الماليك هالي في الوقت وكل شيء قال. راوي بار انطاك انطاك بريزيدا. تو. واش تحب نقولوك. وش باس كيلو سي. قالي أنا ماذا بيت نروح نشوفه. راح شافو سي التوفيق. احنا ما علمناش باللي رايح. سمعتني باش يزوج بنو ونضم. باش يزوج بنو. زيارة خاصة نا. زيارة خاصة. حسب حسب ما قال زوجته هنا. لا زيارة خاصة باش يزوج بنو احنا ما علمناش باللي يزوج بنو. اه. وقبل هاد الشي. الا كنت اكتبت ما قال في الا. كنت اكتبت ما قال. لانا كنت قلت السي سيمو حمد بظياف. وطوبوش كل الصحراء. ما تعرفوش مليح. خليدي انا جوجير لبرمولام. لفينجي سعر. من الاكتوبر. اكتوبر يا قيلة. هو بات في جواه. من السيبتابر لأكتوبر. كالا سيسيون للوني. خل قارك. خل قارك. فيما يخص صحراء. لا يوجد مشكلة. سأعطيكم باش نقطع بالضبط. وكيعرفوها الناس اللي كانوا مقربين انا ذاك. لا صحفين والغيرهم. واحد المناسبة كانت وطنية عندهم. جاء واحد من البوليزاريو. هذا اللي يسميه ممتيل عندهم في الجزائر. جاء حضر. طبعا. سيحتج المغرب. المغرب بوضياف كين العلاقات. جاء بوضياف وطرد هذا البوليزاريو. وممتيل قلي شكون بهذه العبارة. شكون عرض عليك. شكون جاء بك. لا. فضار دي الرئيس. جاء عليه. وهذه سيحتاجه. جاء الله. أحضر من البوليزاريو. هذه كانت النقطة الأولى. نقطة ثانية بك أن بوضياف. نبدأ قرب المغرب وكان يحضر عرص المغرب. هذه هي اللحظات الاخيرة لسيد محمد بوظياف رفقة زوجته وابنه في بيته بمدينة القنيطرة بالمغرب قبل مغادرتها للرجوع الى ارض الوطن الجزائر بعد غياب دام 28 عاما قضاها في المنفى بعيدا عن السياسة ضيبت على الرئيس والفراغ اني كانت صالبية واعتبرت بان من الواجب انتاعي في الضرف الحاضر ان ناخد المسؤولية والهدف منها وهو تهدية الوضع تهدية الوضع من جهة ومن جهة من اخرى اعتبرت ان الجزائر الان لها يعني لا يفي وضعيني خاص وربما مع الاخوان المشاركة الاخوان الذين يشاركوه في المسجد الوطني الخرج هو نتيجة لتكون في صال الجزائر يوجد الاسباب ولكن كيف تحسوهما كبرا تعرف واحد مسألة يفرضوها على رئيس اي رائجة يجب ان يكونوا ملفات لا يحتاجون على نهاية منها العلاقات مع المغرب ومن كنت نقول العلاقات مع المغرب وداخل فيها الملف ديال الصحراء المغربية اذا قد يكونوا مضعين بأنه سيحل المشكلة وقد يكونوا مضعين بأنه سيجري على البرزاريو فمباشرة هذا الشيء وقع ما بين مارس أبريل ماي كانت العملية ديال الاغتيار ديال مات بوضياف ما هو السؤال مات بوضياف عاش الجزائر العشرية السودان مات بوضياف قتلوا بوضياف قتلوا مئتين وخمسين ألف وحد وخمسين ألف مازال مفقودة لحد الآن ربع مليون مشات وخمسين ألف تيام مشات وهنا سؤال ضربوا أحد الرموز للتصورة لا يعرفوا الناس كيف يحكم الجزائر لا يعني